نداءات من تحت الأرض ومفقود لا يزالون حتى اللحظة هكذا أصبح المشهد في تركيا وسوريا وجهود إغاثية مستمرة تجري على قدم وساق لكنها تجد صعوبة في وصولها إلى سوريا لأسباب عدة ونقص في الدعم اللوجستي وبدأت الآمال تتلاشى في العثور على المزيد من الأشخاص على قيد الحياة بعد الزلزال الكارثي وسلسلة الهزات الارتدادية التي ضربت البلدين الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب تركيا وشمال سوريا تشكل تهديدا جديدا على حياة الآلاف بعد ظهور تشقوقات في السدود التركية والسورية العملاقة وتنظر بكارثة أكبر إذا انفجرت وتتخوف سوريا وتركيا من خطر تفشي الأمراض إثر تضر نظام الصرف الصحي فيها بشكل كبير عقب تعرضها لزلازل مدمرة بجانب بدء تحلل الجثث المفقودة بين الأنقاض ما يهدد آلاف الناجين الذين يعيشون في أوضاع المزرية الناجون من الزلازل يواجهون خطر انتشار الأمراض ويخشى مسؤول الإيقاثة ووقوع كارثة أخرى شبيهة بانتشار مرض الكوليرا في هايتي بعد زلزال 2010 ولا يزال عشرات الآلاف من الناجين يغضون أيامهم في أجواء متجمدة معتصمين في خيمات متنقلة بعد أن هدمت الزلازل بيوتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو حذر من أن حدود الكارثة لم تتضحوا بعد أسيما في سوريا التي تتمزق تحت وطأة حرب أهلية منذ أعوام إلى ذلك وصلت أولى قواف الإيقاثة الأممية إلى الشمال الغربي السوري الخاضع لسيطرة المعارضة عن طريق معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا ترجمة نانسي قنقر